اهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج حديث الخليج والبداية مع العناوين لماذا يتخطى الصرف والانفاق على الدوريات الكروية الخليجية أكثر من سبع أضعاف الدخل أين الشركات الخليجية من دعم الاندية الوطنية قياسا بدعمها للاندية الأوروبية؟ لماذا تتواضع نتائج اندية الخليج في المنافسات القارية رغم الصرف الكبير عليها؟ يرى البعض أن هناك فجوة كبيرة في الأداء المالي والنتائج التي تحققها الاندية الخليجية بعدما أظهرت تقارير ودراسات أنها تنفق أكثر بكثير مما تحصده من نتائج مما يؤشر على عدم استقرار في المنظومة الإدارية والمالية وتعكس نتائج هذه الاندية في المنافسات الآسيوية والدولية عدم توازن بينما يتم صرفه ومستوى الأداء المتوقع وصدعوات لمراجعات عامة تبدأ بالاتحادات الرياضية وتنتهي بتلك الاندية حتى يتم الخروج من عنق الزجاجة في المكاسب والإنجازات تقرير ثم نبدأ النقاش تنفق دول مجلس التعاون الخليجي أموالا طائلة على دورياتها الكروية تصل بحسب الاتحاد الآسيوي إلى ما يعاد لنحو مليار وثلاثمائة وستين ألف دولار أمريكي ويشكل حجم هذه المبالغ الطائلة التي تصرف على هذه الدوريات مادة دسمة للغط في ظل مستوى الأندية التي تشارك فيها والذي يراه البعض متدنياً إذا ما قيس بكم الأموال التي تصرف عليها ومقارنة بمستوى الأداء والنتائج التي تحققها في البطولات القارية والدولية ويلاحظ المراقبون أيضاً فرقاً بين مستوى الفرق والدوريات الأجنبية مقارنة بنظيراتها الخليجية ما يطرح الكثير من التساؤلات حول صحة صرف الأموال المخصصة للدوريات في المجال والاتجاه الصحيحين بحيث يؤدي ذلك إلى رفع المستوى الاحترافي لدوريات مجلس التعاون كما يطرح أسئلة حول خضوع المجال الكروي في بعض الدول المنطقة لأمزج قد تكون شخصية وأحياناً متسرعة في قراراتها في المقابل، ثم تمن يراهن على أن هناك استراتيجيات بعيدة المدى لنقل المستوى الكروي في المنطقة إلى مستوى أعلى بالنظر إلى السعي الحثيث لبلدان الخليج لاستضافة بطولة قارية وأقليمية وعالمية مثل كأس العالم للأندية الذي استضافته الإمارات مؤخراً والذي ستستضيفه قطر في العام 2019 على أن تستضيف الدوحة أيضاً كأس العالم لكرة القدم في 2022 فهل يساهم ذلك في تحسين مستوى دوريات المنطقة؟ للنقاش في هذا الموضوع أرحب بضيفي من الرياض الكاتب الرياضي السعودي سلطان الزايدي وكذلك بضيفي من الدوحة ضفر الله المؤدن مراسل مجلة فرنس فوتبول في الشرق الأوسط وفي الستيديو أرحب بضيفي العماني سالم الحبسي رئيس الاتحاد الخليجي للإعلام الرياضي وعضو مؤسس لنادي الإعلاميين الرياضيين العرب أهلاً وسهلاً فيكم جميع أستاذ سالم رح أبدأ فيك من الأسس المالية التي تعمل بموجبها الأندية الرياضية الخليجية في عمليات الصرف بشكل عام وفي التعاقدات الاحترافية بشكل خاص أولاً شكراً على هذه الحلقة والاستضافة وأيضاً كذلك زملاء الكرام سماء من السعودية وكذلك من الدوحة أنا اللي أعرفه على حسب معايشتنا للوضع الرياضي في الدول الخليج أنه هو وضع استثنائي عادة الدعم المالي يأتي من الحكومات هي التي تدعم الأندية بشكل كبير وبنسبة تفوق أكثر من 75% من مداخل الأخرى للأندية وتتفاوت ما بين هذه الدولة وتلك الدولة وبين هذا النادي وذلك النادي الجزء الثاني غير الدعم الحكومي هو الهبات التي تقدمها الشخصيات الراعية أو الشركات الراعية وهذه طبعاً لا تقوم على أسس احترافية بمعنى إنما أسس انتمائية هل هناك دعم حكومي في الأندية الخليجية للأندية الخليجية؟ لا فيه أنا ذي ما قلت لك في الأول أنه 75% من الدعم يأتي من الحكومة في معظم الأندية الخليجية بعض الأندية الخليجية عندها أيضاً هبات من شخصيات التي هي سواء الرؤساء الفخريين أو المنتسبين للنادي التي هم الشخصيات ذوي النفوذ التي عندهم الجانب الاقتصادي النسبة القليلة جداً اللي ممكن نقول عنها أن النادي أو بعض المؤسسات الرياضية في الأندية الخليجية تقوم على موضوع التسويق الرياضي من خلال الشركات الراعية ومن خلال دخل كذلك دخل البيع لحقوق المباريات في بعض استثناءات في دول الخليج ليس كل الدول الخليج ولكن الأغلبية العامة لا يوجد هناك أسس متينة وواضحة تستطيع أن تقول أن هذا النادي يستطيع أن يستقر لمدة 10 سنوات أو 15 أو 20 سنة قادمة نعم رح أن تقل لك السادة ضفر الله المؤذن إلى أي مدى تتداخل الإدارات في الشؤون المالية بعيداً عن أوجه الصرف المالي الاستثماري تحياتي للجميع أصدقائنا في الستوديو أعتقد أنه وليس بسر في الدول العربية أن الدول العربية كما هو معلوم الدولة تضع يدها على الرياضة وعلى المؤسسات الرياضية وعلى الأندية ليس هناك بالتالي استقلالية لهذه الكيانات الرياضية ومن هنا نفهم بأن بالتالي غياب الاستقلالية لهذه الكيانات يعني أن الصرف والإنفاق هو بيد الدولة مما يجعل أن الدولة أو وزارة الشؤون الرياضية أو ما يسمى في بعض الدول هي التي تشرف على الرياضة وهي التي تصرف وهي التي تنفق وبالتالي هذه الأندية ليست لديها استقلالية كيف نتحدث على استقلالية وأنت تتلقى الصرف والإنفاق من الدولة أعتقد أن هذا يجرنا للحديث عن موضوع آخر وهو ضرورة تخصيص الأندية وتحويلها إلى شركات تجارية ربحية ولديها موارد أخرى غير الإعانات التي تقدمها الدولة أو الوزارة وبذلك تصبح كيانات مستقلة كيانات رياضية مستقلة مثل ما نشاهده في الدول الأوروبية لأن هناك احتراف صحيح هناك معايير ومقييس احتراف صحيحة ليست هي نفس المعايير التي نطبقها نحن في دولنا العربية نعم أستاذ سالم يبدو أن لديك تعقيب على كلام السيد ضفر الله المؤدن واتحدث عن خصصة الأندية حتى تكون مستقلة عن الحكومات أستاذ سكينة أنا أتفق معا في جزئية أن لا توجد استقلالية للأندية الرياضية في الدول الخليجية وحتى على المستوى العربي كذلك ولكن حقيقة الأمر إذا أنت تعمقت في الوضع الرياضي الخليجي لا يمكن أن تعطي استقلالية كاملة للأندية الرياضية لأنها ستسقط سريعا لأنها تقوم في الأساس على اهتمام أو على دعم الحكومي كل عملها سواء منذ التأسيس وحتى التكوين وحتى الدخول في المعترك أو المنافسات الأسوية والعربية الخارجية هي تقوم على دعم الحكومة يعني تعتقد بأن الأندية الخليجية غير قادرة على الوقوف على أرجلها بدون دعم الحكومة قليل يعني نحن إذا استثنينها أنا أقول يعني واحد في المئة إلى ثلاثة في المئة ماكسما من الأندية الخليجية ربما تستطيع أن تقف ولكن هناك شواهد كثيرة جدا هناك أندية سقطت حقيقة الأمر خلال خلال أكثر من أربعين سنة الماضية أو خمسة واربعين سنة الماضية سقطت الكثير من الأندية ولم تستمر البقية للأندية هي بقية للأندية الرموز التي لها الشعبية الجارفة وموّلين وأيضا لها جذور في الحكومة يعني في أندية لها جذور في الحكومة وتمول بشكل أو بآخر مختلف عن الأندية الأخرى ولكن هناك أندية انتهت حقيقة أو تراجعت تقتل عدم الدعم الحكومي نعم بالضبط لماذا؟ لأنه مثل ما أشار أيضا أخونا ظفر الله المؤذن وهو أستاذ طبعا ومتابع جيد للحركة الرياضية سواء في المنطقة الخليجية وحتى على المستوى الدولي ولكن أن الأندية لم تعمل أستاذ سكينا على أن تؤسس الأسس الصحيحة التي تقف عليها كأرض صلبة إلا في وقت متأخر يعني أضرب مثلا هنا مثلا نادي العين الإماراتي فعلا أكثر من 20 أو 25 سنة وشهدتنا هذه المراحل ونمو هذه المراحل منذ أكثر من ربع قرن بأن النادي يعمل على هذا المجال وبشكل مميز حقيقة الأمر ولكن أيضا هناك تأثيرات أخرى يعني مثلا نجي نضرب مثال على مثلا نادي الهلال السعودي أو نادي النصر السعودي وهو أندية جماهيرية في السعودية تغييرات الإدارات وعدم وجود الاستقرار الطويل في هذه الأندية أيضا لم يعطي مجال لعملية استثمار واعتمادها كذلك على الدعم المقدم من سواء من الشخصيات أو من الجهات الحكومية في عمان مثلا أعطيك مثال حتى لا أطيل عليك في نادي السيب الذي رأسه صاحب السمو السيد شهاب بن طارق السعيد هو النادي الوحيد ربما يكاد يكون في عمان الذي يملك مقومات الاستثمار الرياضي ومع ذلك لا تستطيع أبدا أن تقارنه بالأندي الكبيرة التي وضعت استثمارات رياضية على المستوى الأسوية أو حتى على المستوى الدولي نعم سيدي رح أن تقول لك أستاذ سلطان الزايدي هل تتم إدارة الأندية الخليجية بنفس النسق الذي تدار به الجمعيات الخيرية بحيث تتدخل العاطفة في العمل الإداري أولا مساء الخير عليك وتحياتي للموجودين معك في الحلقة اليوم بالنسبة لسؤالك أعتقد أن العمل الإداري في الأندية يجب أن يسند لناس مختصين أو يفهمون في علم الإدارة لأنه حتى تكون العملية ناجحة في الأندية بالشكل المطلوب والعمل الإداري في الأندية يحتاج إلى مجموعة خطط إلى مجموعة برامج إلى مجموعة أدوات حتى ينجح أنا أعتقد في المملكة العربية السعودية حاليا بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي عهد بدأوا يتخذون الإجراءات عن طريق حيئة الرياضة السليمة أو بدأنا نخطر خطوات السليمة لصنع أندية قوية ماليا صنع أندية قوية استثماريا صنع أندية قوية على المستوى القاري ربما تكون الخطوات في بدايتها لكن أعتقد بحلول 2020-2022 يكون الأندية السعودية بالنصر والهلال والاتحاد الأربعة عشر نادي وستعشر نادي الموجودين في الدرجة الممتازة بكلهم وضع مختلف في السنتين القليلة القادمة مشروع الخصخص في طريقهم ويكون جاهز للتفعيل ويبدأ تبدأ الأندية تطرح للمستثمرين ويعتقد أن العمل يتقوم فيه الآن لأثير رياضة أتكلمت عن الخصخصة والنقطة هذه طرحها أستاذ ضفر الله المؤدن وعقب عليها أستاذ سالم الحبسي تعتقد بأن الأندية قادرة على الوقوف على أرجلها نفس السؤال التي سألت أستاذ سالم تقدر توقف على أرجلها بدون دعم حكومي؟ في البداية يجب أن تدخل الحكومة بالدعم في السعودية بالذات أتكلم يعني أنه يجب أن تكون زي ما معموم فيه الآن في السعودية الدولة الآن قايمة بكل الأندية الموجودة في المسجلة في هيئة الرياضة وتأدي دور كبير في دعم الأندية إذا تستطيع أن يكون عندها مداخيل عندها استثمارات عندها السعودية ألغط كل الديون المسجلة على الأندية سواء على المستوى القارية وعلى المستوى الفيفا وحتى على المستوى المحلي أصبحت الأندية السعودية الآن جاهزة بدون أي ديون الدولة ما زالت إلى الموسم القادم بإذن الله تقدم دعم كبير للأندية في سبيل إن شاء الله أن تكون الأندية جاهزة لرؤساء الأموال بحيث أن يستطيع أي مستثمر أن يستثمر في الهلال يستثمر في النصر وبحيث تكون الأندية قادرة أن تشيل نفسها ماليا وتحقق النتائج المطلوبة عموما في الأندية الخليجي مستوى بشكل عام أنه مرتبطة بنتائج كرة القدم هذا في المرتبة الأولى فحينما يكون عندك فريق كرة قدم قوية يقدم نتائج ستجد استثمارات عالية ستجد عقود رعاية عالية ستجد أشياء كثيرة تقدم النادي وبالتالي ينطلق النادي في المجالات المتفرعة في النادي نفسه نعم، أستاذ سالم لماذا نرى أندي تصعد بسرعة الصاروخ وتحصد ألقاب وتنافس والسنة التي بعدها نرى أن مستواها تغير أو السنة التي بعدها وتحصد الدالية لماذا؟ نعم، أعتقد أنه يوجد أكثر من سبب في هذه المسألة ويمكن شاهدنا أكثر من مثال على ذلك أولا عدم الاستقرار الذي يولد ربما التزامات مالية متراكمة عدم استقرار من أين؟ كذلك أيضا القوانين التي وضعت وشرعت حول انتقالات اللاعبين وعقود اللاعبين وعدم التزام الأندية حتى على موضوع عملية الصقف الذي وضع حتى في أكثر من دولة خليجية وبالتالي ينهك نادي نفسه في عقود كبيرة جدا تكون ربما أكبر من الواقع أو المتطلبات الواقع وبالتالي هو سعيا أنه يحقق رغبة جماهيره وسعيا أن يحقق بطولة وقتية من أجل تسجيل انتصار وقتية ومن ثم يخرج أو تخرج هذه الإدارة لتأتي إدارة أخرى التي تتحمل الكثير من تبعات المالية والديون والقروض وبالتالي يرضخ النادي إلى هذه المشاكل المالية ويقوم بتراجعه لأن اللاعبين لن يستمروا مع هذا النادي أو هذا الفريق وينتقلوا إلى نادي أخرى وهذا في المصطلح أنه هو تدوير في اللاعبين وليس في صنع في تقديم صناعة لعبين جدد ولا يفيد ولا يخدم حتى للأندي لأن نفس اللاعب الذي يلعب في نادي السيني اليوم ينتقل غدا أو في الموسم المقبل إلى نادي الصاد وبالتالي يؤثر بشكل آخر على عملية التكوين والتأسيس وتطوير كرة القدم من القاعدة وبالتالي القوانين والتشريعات وكذلك أيضا الاستعجال في صناعة البطولات أو البحث عن المنصات التتويج يؤثر بشكل كبير جدا نحو تحقيق أو الحذب في هذا المنح موقع التواصل الاجتماعي دائما ينطرح سؤال مثلا لو كان في فريق لدولة مثلا اقتصاديا متراجع وكان في فريق آخر مدلل من دولته مثلا الفريق الثاني الذي من دولة أقل يفوز في مباراة تبتلي علامات استفهام كثيرة غير الدعم المادي ويش الذي ينقص هذه صورة الاحتراف هنا أختي لأنه مثل ما قلت ضربت في هذا المشهد النادي المدلل أكيد قدمت له كل الخيارات في قامة المعسكرات ومباراة تجربية وهو مستوى عالي أكيد لم يتأهل أو لم يصبح مدلل إلا أنه هو أصلا مستوى عالي وبالتالي أي لاعب يدخل لهذا النادي يعرف بأنه يعطى ويمنح كل الفرص مدلل كما قلت يأكل بملعقة من ذهب بينما النادي الآخر يحاول أن يفرض أيضا نفسه أو لعبينه يحاول أن يقدم نفسهم خاصة هذه المباراة تقدم على المستوى الفضائي في النقل التلفزيوني فيحدث هناك نوع من التنافس داخل الملعب من أجل أن يثبت النادي الغير قادر أو النادي المتأهل بصعوبة مع الأندية الأخرى الكبيرة حتى يسجل اسمه في هذه البطولة ولكن لا يذهب في العادة بعيد ولكن يحدث تحديات داخل الملعب لأنه اللاعب الذي يأتي من النادي مغمور يسعى أنه يجابه أو يواجه أو يصارع الأندية الكبيرة أو النجوم الكبار وهذه عملية مثل ما قلت لك في البداية الأمر هي عملية التي هي عقلية الاحتراف في المنطقة الخليدية ما زالت لعبين يعتقدوا بأن كرة القدم هي لعبة الهواء وليست الاحتراف وإن كان البعض يسميها احتراف ولكن أنا أعتبر بأن هذا الاحتراف ما زال على الورق وليس على أرض الواقع لأن التعامل في أي مباراة سواء تلعب مع فريق ضعيف أو في مستواك أو أقل من مستواك يجب أن تحترم الخصم وبالتالي لا تقع في عواهن الخسائر التي ذكرتها فيما يتعلق بالمقارنة بين الأندية المدللة وبين الأندية الضعيفة نعم سيدي فاصل قصير ونعود إليكم أدنا بعد الفاصل السيد ضفر الله المؤدن ما الذي يجعل الأندية الخليجية متواضعة في المنافسات القارية قياسا بالصرف عليها أولا لا أتفق مع كلام حضرتك أنها نتائجها متواضعة على المستوى القاري هو صحيح أن هذه النتائج لا ترقى إلى ما نحلم به نحن كعرب وكخليجيين ولكن هي ليست متواضعة والنتائج أمامنا تقول ذلك يعني الآن الأندية الخليجية تتنافس في المسابقات القارية مع نمور آسيا مع اليابان مع كوريا الجنوبية مع الصين مع أستراليا التي نزلت ضيفا ثقيلا على القارة الأسيوية ومع هذا حققت الكثير من الإنجازات وعلى سبيل المثال على سبيل المثال في مسابقة كأس الاتحاد الأسيوي نجد أن الانتصارات معظمها خليجية عربية الأندية العراقية على سبيل المثال استحوذت على اللقب لسنوات طويلة ومتتالية أيضا نادي السد القطري فاز بدور أبطال آسيا في 2011 وشارك في بطولة العالم للأندية باليابان وحقق المركز الرابع وهذا إنجاز غير مسبوك ثم نادي العين الإماراتي الذي نظم بطولة كأس العالم للأندية في العام الماضي استطاع أن يخرج بطل ممثل القارة الإفريقية الترجي التونسي واستطاع أن يصل إلى المباراة النهائية ويقصي واحدا من أكبر أندية العالم وهو ريفر بليت الأرجنتيني ويرعب المباراة النهائية أمام ريال مادريد بطل أوروبا إذن أعتقد أن النتائج موجودة لكن هي ليست في المستوى الذي نريده ونحلم به طبعا هذا يتوقف يعني مزيد من الإنجازات ومزيد من الانتصارات طبعا يتوقف على عدة عناصر عناصر أخرى مترابطة يعني ونعود إلى نقطة الصفر يعني إلى المربع الأول لكي نتحدث يجب أن تكون لدينا محترفة يعني تتمتع بمقييس الاحتراف الصحيح ما معنى محترفة أي أنها لديها مدارس وأكاديميات لتكوين اللاعبين حتى يعني يتجنب النادي يعني نزيف الصرف والإنفاق على اللاعبين الأجانب يجب أن يكون الجهاز الإداري محترف أيضا تماما مثل اللاعب الآن للأسف ما هو يوجد يعني هو عبارة كما قال زميننا العزيز سالم الحبسي هو عبارة عن يعني هواية زائفة واحتراف مقنع هو ليس هواية وليس احتراف بالتالي يجب التحول إلى المرحلة القادمة وهي كما ذكرنا موضوع التخصيص وتحويل هذه الأندية إلى شركات ربحية تجارية وإيجاد موارد يعني على سبيل المثال على سبيل المثال ريال مدريد عندما تعاقد مع كريستيانو رونالدو خلال ثلاثة أيام باع من القمصان ومن الصور تقريبا يعني بملايين ملايين الدولارات أيضا تجربة باريسان جرمال فرنسي مع نيمار ثلاثة أيام باع يعني ملايين القمصان أيضا ميسي مع برشلونة بالتالي يجب إيجاد هذه الموارد وهذه الموارد طبعا تساهم في تغطية نفقات النادي وحتى لا يبقى النادي يعني تحت رحمة الدولة تحت رحمة يعني رجل الأعمال أو تحت رحمة الشيوخ والأمراء على رأسنا يعني الشيوخ والأمراء عندما يقدمون الهبات ويقدمون الرعاية ولكن يجب أن تكون هناك شركات متخصصة وفي أوروبا كل الأندية متخصصة أو شركات يعني ذات شخصية استقلالية اعتبارية مستقلة تماما وهي تحاسب يعني عندما النادي لا يوفر ضمانات مالية لا يمكن للاتحاد المحلي أن يمنح له الترخيص بممارسة نشاطه بالتالي يجب على النادي أن تكون له ميزانية وأن يثبت بأنه قادر على تغطية نفقاته دون اللجوء إلى البنوك والقروض إلى غير ذلك من هذه الدوامة نعم أستاذ سلطان الزايد تشير الدراسات المالية الأسيوية إلى أن الصرف والإنفاق لدوريات الغرب بشكل عام والخليج على وجه التحديد يتخطى أكثر من سبعة أضعاف الدخل أين الخلال بالضفط في هذه المعادلة؟ بسمحي لقد أعلق على النقطة التي قبلها شيء أن النتائج جيدة أعطيك على سبيل المثال الأندية السعودية الأربع المشاركة الآن في بطولة كاس آسيا للأندية كلها داخلها في دور الستطاعش وهذا نتائج عمل موسم كامل حصل في السعودية الموسم الماضي كمية الانفاق كانت جيدة النتائج إلى الآن تعتبرها جيدة وتوقع الشخص أنه واحد من الأربع الأندية السعودية سيكون بطل كاس آسيا وفق الأشياء التي نشوفها في الأندية السعودية النصر يملك عدد كبير من اللعيب الأجانب الجيدين الأربع التي يشاركون في آسيا ممتازين وعقود كبيرة الهلال كذلك الاتحاد الأهلي فأنا أتوقع أحد الأندية الأربعة بيكون بطل آسيا هذا الموسم هذا دليل على أن النتائج الدول الخليج في الأقليمية إلى الآن تعتبر ليست الطموح لكن إلى الآن تعتبر جيدة بالنسبة لسؤالك غياب التنظيم الإداري والتنظيم المالي والغياب الخطط الواضحة والتسويق الجيد كل الأشياء هذه تجعل العمل شوي عشوائي يعني أعطيك مثال عندنا في السعودية الأندية كانت تعتمد على أعضاء الشرب بنسبة كبيرة المداخل كانت تعتبر جزء بسيط من إرادات النادي رئيس النادي يقدم المبالغ التي يستطيع أنه يقدمها في النهاية من نهاية الموسم يلاحظ أن الفاتورة عالية النادي يدخل في ديون كبيرة يدخل في الارتزامات يصعب الفاتورة وبعض الرؤساء الأندية عندنا في السعودية يعني إذا شاهد الفاتورة بالشكل هذا تلاقي في موسمين يستقيل ويبتعد عن النادي ويترك النادي للشخص الذي بعده بالارتزامات كبيرة وهذه الأشياء كلها معوقات تعيق أي شخص حتى لو كان ناجح إداريا وعنده خطط وعنده قدرها أنه يمشي بالنادي هذا إلى بر الأمان يجد الأشياء هذه أمامه صعبة يعني نادي مطالف الفيفا مثلا بمبلغ خمسين مليون ولا مطالف لنادي آخر بمبلغ مئة مليون كل الأشياء هذه تحد في الفترة السابقة كانت تحد كثير من تطور الأندية خصوصا في السعودية في السعودية الملاء المالية موجودة عند الحكومة بتقدم الدعم الكبير للأندية يعني بدليل أن الحمد لله أعتقد أن المملكة العربية السعودية هي الدولة الوحيدة في الخليج التي بتقدم نتائج جيدة على مستوى المنتخبات في كاس العالم على كل الفئات المنتخب الأول الناشئيين الشباب بنوصل بنمشي بنوصل لنا أسهم لنا حضور في الفيفا لنا حضور في المنافسات الدولية لنا حضور يعني يعني في النهاية إحنا ما زلنا نبحث عن الطريق السليم نبحث عن الأسس الصحيحة التي نبدأ فيها التوجه الصحيح نريد نحن 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 لنا وزن في خارطة كرة القدم في العالم إذا استمرت السعودية في الخطط الموضوعة التي أعرف من هيئة الرياضة إحنا إن شاء الله بإذن الله خلال أربع سنوات تكون نقلة كرة القدم والرياضة السعودية مختلفة تماما أثق في الكلام واثق بالمعلومات التي عندي نعم أستاذ سالم أستاذ سلطان الزايدي وأستاذ ضفر الله المؤذن اعترضوا على كلمة أن النتائج متواضعة في ظل الإنفاق تقارير الاتحاد الأسيوي تشير إلى أن حجم الاستثمارات المالية بدوريات المنطقة الخليجية تخطى خمسة مليارات درهم إماراتي سنويا أين تذهب هذه الأموال فيما تظل النتائج ما رح نقول متواضعة هم محبين يعني نتائج غير مرضية هي في حقيقة الأمر النتائج إذا تقارنيها على المستوى القاري فهي متواضعة فيها استثناءات خلنا نقول الأندي الخليجية الاستثناءات كم تشكل بالمئة تشكل أكثر من خمسة إلى سبعة في المئة في النتائج هناك اجتهادات حقيقة كبيرة يعني على مستوى خلنا نقول على المستوى السعودي المستوى القطري المستوى الإماراتي تتواجد على مستوى الأسوى بشكل جيد وخاصة يعني أنت ذكرت في أحد الأسئلتك السابقة لماذا تسقط الأندية بسرعة ولماذا تقوم بسرعة نادي العين وهو نادي كبير يعتمد على موارد مالية على احتراف أيضا على عفوة تسويق لكثير من المشاريع الرياضية سقط في الاتحاد الأسوى في الأندية الأسوى الأخيرة لماذا يعني لأنه فقط لاعبه الوحيد وهو عمور انتقل من عنده إلى السعودية وتأثر بلاعب وهذا يعني يؤكد بما لا يدع للشك بأن الأندية لا تقوم على أسس متينة تتغير يعني هذه الأندية أو توجهات هذه الأندية بشكل سريع أتفق مع الزملاء الخلال اللحظة أنت الآن سيدي تتكلم عن موضوع يمكن نحن فيه أكيد مشاهدين غير كروييني حابين يعرفوا بعض النقاط على سبيل المثال عمان في الآوينة الأخيرة يعني تألقت عمان كرويين كل الكلام أن المدرب كان جيد المدرب يعني مثلا بعض الأندية لما تسقط تقول لك المدرب كان سيء والآن تتحدث أنت عن لاعب مثلا انتقل فانخفض مستوى أخصو كيدا دائما في الرياضة عندنا الكلمات دائما مطاطة عندما يحقق المنتخب أو الفريق نتائج مميزة سواء على الصعيد البطولات الإقليمية أو القارية تبحث عن الكثير من الأسباب طبيعي هناك عناصر للنجاح إذا ضربت مثال على المنتخب العماني يمكن تذكري على نتائج نهائنا التي قيمت هناك العديد من الظروف تعيش منطقتنا ظروف معينة أثرت هذه الظروف على هذه البطولة في أيضا كذلك منتخبات لم تشارك بالصفوف أو بالصف الأول ولكن هذا لا يعيب المنتخب العماني بأنه سين من المنتخبات لم يشارك بالصف الأول كذلك أيضا طموح المنتخب العماني وهو العودة من جديد إلى الواجهة لأنه حقق هذه القفزة في عام 2004 وفي 2007 و2009 عندما نصب كبطل في المنطقة الخليجية وباقتدار وبالتالي كان هناك تحدي داخلي سواء للناعبين وكذلك حتى للإدارة الاتحاد الجديدة كانت أيامها استلمها الشيخ سالم الوهيبي وكذلك المدرب الذي تم الهجوم عليه بكل أنواع الهجوم وليؤكد بأنه قادر على تحقيق تلك النتاج نعود إلى الوضع العام في عملية أين تذهب هذه المبالغ الكبيرة كما ذكرت مبلغ يعتبر مبلغ كبير نعم مبلغ كبير ولكن كما أشرنا ربما حتى بعض الأخوان وذكرنا في الحديث بأن هناك لا توجد قوانين صارمة في المنطقة الخليجية أو في الاتحادات الكروية في المنطقة الخليجية فيما يتعلق بعملية التعاقدات يعني أنا أتذكر مثلا ملف التعاقدات في السعودية وملف التعاقدات في الإمارات وكذلك في عمان وقطر والكويت يعني يتجاوز القوانين على ملء البصر بدون أن تكون هناك أيضا يعني عقوبات صارمة لإيقاف هذا الزحف الكبير نسمع بأرقام خيالية وفلكية للتعاقدات مع اللاعبين ومن ثم داخل الأداء داخل الملعب داخل المربع لا يقدم ذاك المستوى العالي وبالتالي أنا أعتقد من الطبيعة أن يكون هذا الصرف العالي لأن الأندية تبحث دائما كما قلت لك إلى بطولات وقتية ربما وتكون هذه بطولات أيضا لإشباع رغبة الجماهير وإشباع أيضا الذات الخاصة بالإدارات ولا يوجد حتى الآن عملية تسويق احترافي وإدارة احترافية نستطيع أن نقول أن هذه الإدارة أو هذا البلد في الدول الخليج بأنها تسير في مسار أتفق ربما في بعض الطرح بأن هناك محاولات من الجهات الحكومية ووزارات الشؤون الرياضية أو الهيئات العامة بالأنشطة الرياضية بأنها تحسن الوضع تخطط الوضع لكن هو ليس على الحكومات نحن نتحدث على الأندية لأن الحكومات كما قلنا هي التي تقدم الدعم للأندية من أجل إعطاء فرصة أكبر لشبابها لتنفيذ أو لوجود بيئة رياضية ولكن نتحدث على الأندية ماذا تفعل الأندية منذ 45 عام نسمع نفس القصص وتعاد نفس السنوريهاد عملية أننا نكون في تسويق للأندية الرياضية الخليجية نسمع عنها وصارنا سنوات طويلة الخصخصة نسمع عنها سنوات طويلة كل هذه الملفات قديمة ليست بملفات جديدة نعيد هذه الملفات ونكررها بصورة ولكن على أرض الواقع لا يوجد حقيقة إلا استثناءات بسيطة جدا على أرض الواقع نعم سيدي استاذ ضفر الله المؤدن لماذا لا تدعم الشركات الخليجية الأندية على نحو ما تفعلها مع الأندية الأوروبية طبعا الإجابة على هذا السؤال يعني إجابة سهلة الشركات الخليجية أو ربما تقصدين حضرتك صناديق لاستثمار لأن ما نشاهده اليوم هي صناديق استثمار سيادية سواء كانت قطرية أو إماراتية أو رجال أعمال من الكويت حتى الآن التجارب أثبتت وهؤلاء يبحثون عن الربح إنما الاستثمار في الأندية المحلية لا يأتي يعني من وراءه لا يجني من وراءه يعني رجل الأعمال أو أو صندوق الاستثمار أي ربح هذا معروف يعني بالتالي أعتقد أن نعود إلى نفس المربع وهو أن يجب أن يكون النادي محترف لكي يحظى بالرعاية اللازمة ولكي تكون له موارد لأن يعني رجل الأعمال أو الشركة التي تريد أن تستثمر هي تبحث بالضرورة وفي المقام الأول على الربح الربح التجاري وإلا لا يمكن أن تتحمل أو تتكبد خسائر يعني بدون أن يعني تغطي الالتزامات المالية بالتالي أعتقد أن بالنسبة للاستثمار في أندية أجنبية وهو ما حاصل اليوم لدينا أمثلة عديدة يعني منشستر سيتي مثلا مملوكة للشيخ منصور بن زايد الإماراتي أيضا قطر نادي باريس سنجرما مملوك لصندوق السيادة القطري أعتقد أن هذه التجارب ناجحة حتى الآن لأنها تحقق الكثير من الربح والاستثمار وأيضا لها عوائد أخرى وهي البرستيج وعندما يذكر يعني اسم مثلا استاد نادي أرسنال والذي يسمى ب استاد الإمارات أعتقد أن هناك دعاية للدولة أيضا عندما النقلات الخليجية تضعوا اسمها على قمصان أندية أوروبية كبيرة جدا مثل برشل هنا مثل باير ميونيخ مثل باريس سنجرما أعتقد أنه أيضا استثمار وفيه عوائد وفيه أيضا دعاية للدولة بالتالي هنا يختلف الموضوع الاستثمار في الأندية المحلية لا أعتقد أنه سوف يجدي نفعا بالنسبة لمن يبحث عن الكسب نعم سيدي فاصل قصير ونعود إليكم أدنا بعد الفاصل أستاذ سلطان الزايدي متى نصل مرحلة احترافية مناسبة في إدارة الأندية قبل الاحتراف في اللعبة نفسها طبعا الموضوع دائع في البداية كل شيء يجب أن يكون وفق نظام معين وفق أسس واضحة تعتمد في الأساس على التنظيم الإداري على الشخص المتخصص على الأشخاص الذين عندهم القدرة يمارسون العمل الرياضي الإداري بالشكل الصحيح والسليم الاستعانة بالخبرات الأجنبية في هذا المجال وهذا أمر ضروري جدا مشكلتنا أن نستنسخ مثلا تجربة في الأندية الإسبانية بينما ظروفنا لا تساعد أن نكون مثل الأندية الإسبانية لكن ممكن نأخذ الشيء الذي يقدم ظروفنا في المنطقة وبحيث يكون النادي عنده القدرة أن يبني نفسه بالشكل الصحيح كل الأشياء هذه تعتمد في الأساس بعدما تصنع الدولة الأندية وتجعلها قادرة على الاعتماد على نفسها تبدأ عملية الخصخصة يصير الخسارة في النادي شيء مؤلم يعني أن الشخص المستثمر يعرف أنه فلوسه محطوطة في المكان هذا أما أنه ما عنده خيار أما أنه رح يقسر ما في خيار ثالث أو يربح فيبدأ العمل بالشكل الصحيح يبدأ يفكر شلون يصبح النادي هذا منتج على المستوى النتائج كرياضة وعلى المستوى الاستثماري كمال وتسويق واستثمار الأشياء هذه كلها يجب أن نرجع من نقطة الصفر كل اللي صار في السنوات الماضية في العربعين سنة الماضية كله كانت اجتهادات وكله كانت أشياء غير مبنية على أسس الأمر يجب أن يعود من البداية من نقطة الصفر ننطلق من هذه النقطة نحقق الأشياء المطلوبة أنها تقدمها الرياضة لدول الخليج بعدين لو سمحتيني سكينة عندي اعتراض بسيط على المحاور أنتم حاطين نقاش المحاور كله على الأندية في الخليج طيب أنا أعتقد فيه ظلم أن مثلا نحط مملكة السعودية مملكة العربية السعودية مع أندية ما قدمت شيء للخليج ما قدمت لقارة آسيا أي شيء يعني لا ما عندها أي نتائج على المستوى القارية حتى المستوى الأقليمي نتائج ضعيفة يعني السعودية من 20 سن سنوات طويلة سلطان نتكلم عن الخليج بشكل كامل أنا لما جبتك أنت سعودي أي بس أنا أعتقد أن السعودية دولة منتجة رياضيا أنا أعتقد أن السعودية دولة منتجة رياضيا بدل وجودها المستمر في كاس العالم على كل المستويات حتى الأندية عندنا نادر الهلال السعودي محقق بطولة الأندية الاتحاد محققها النصر رايح بطولة أندية العالم عندنا نجازات كبيرة في السعودية يعني أنا في رأي أعتقد مولا أني أنا سعودي أعتقد أن السعودية ظلمت في المحاور هذه في دول في دول الخليج فعلا تحتاج اهتمام أكثر تحتاج عناية أكثر تحتاج استثمارات أكثر تحتاج حتى تصل إلى المستوى اللي وصلت للمملكة العربية السعودية أنا أشوف أن السعودية عند فيها عمل ناقص أوكي ما وصلنا للشيء اللي نطلبه نحن ماشيون في الطريقة الصحيح بإذن الله وبننتج خلال الأربع سنوات القادمة رياضة جميلة لتخدم القارة آسيا وتكون عنوان أساسي القارة آسيا في العالم نعم لكن أنا أتكلم عن بقية دول الخليج الإمارات لا باس لكن ما تتقارن بالسعودية قطر ما تتقارن بالسعودية عمال لم تحقق شيء على المستوى القاري العراق عندها ظروفة سياسية الصعبة رغم أنها كانت دولة رياضية جيدة ومشهود لها في آسيا نعم تعقيد بك أستاذ سالم وجد نظر نحن نتكلم عن محاور تهم شأن الكرة والرياضة في البنطقة الخليجية صحيح؟ نعم هذا اللي فهبت من المحاور ومن أيضا الإعداد المقارنات التي يتحدث عنها الأخ السلطان ربما تكون صحيحة في مجال مثلا تأهل إلى كأس العالم المنتخب السعودي هو أكثر المنتخبات الخليجية تأهلا إلى كأس العالم إذا كان هو يتحدث أيضا على المستوى المشاركات في الأندية الأسوية لا هناك أندية إماراتية أندية قطرية أندية سعودية كذلك أيضا لها بصمة واضحة في هذا الجانب النسبة العلاة لأنتي سعودي ويتحدث عن المستوى الخليجي عندما نتحدث عن الهلال الاتحاد النصر هناك أيضا تواجد متوازن على المستوى الخليجي المنتخبات التي فازت بكأس الخليج مثلا المنتخب الكويتي عنده الرقم القياسي السعودية بدأ يفوز بكأس الخليجي أنا ذكر في 92 أو 94 لا أذكر الآن عن التاريخ لكن جاء متأخرا في الفوز المنتخب الكويتي سيطر على الكرة الخليجية منذ السبعينات ومازال يتواجد بشكل كبير رغم الظروف التي أثرت على الكرة الكويتية بالإيقاف في الفترات الماضية والتي تم رفعها هناك تطور ملحوظ على مستوى الكرة العمانية يعني تواجد المنتخب العماني على عرش الكرة الخليجية لمدة أكثر من عشر سنوات وعاد من جديد في البطولة الأخيرة وبالتالي يعني من الظلم أن تقارن هذه الدولة بهذه الدولة فيما يتعلق فقط على المستوى العالمي أو المستوى الأسيوي أو المستوى القاري أو المستوى نحن نتحدث اليوم عن عناصر ترتكز للرياضة الخليجية أستاذ إذا سمحتين أستاذ سلطان تعضل إذا سمحتين أنا أعتذر لأستاذ سالم أنا لا أقصد في المقارنة شيء معين أنا أقول يفترض أنه كان مثلا الجوانب التي تهم المنتخب العماني والرياضة العمانية مختلفة تماما لتهم السعودية السعودية خطت خطوات كبيرة نحو العالمية عمان ما زالت لم تصل يعني على المستوى العالمي ما حد يعرف عمان كان يفترض أنه مثلا يكون في محور خاص بالرياضة في عمان أنا ما استطيع أربط الرياضة السعودية بالرياضة العمانية هذا صعب لأنه كذا راح أظلم المنتخب السعودي أظلم الرياضة السعودية اللي يعني مشت خطوات طويلة لم تصل الرياضة العمانية ولا الرياضة العراقية ولا حتى الرياضة القطرية نحن نتكلم عن أنه يفترض أنه كان يوضع أن الرياضة العمانية يناقش وضعها بشكل منفرد. الرياضة السعودية يناقش وضعها بشكل منفرد لا أقصد فيها تحيز لكن حتى نعطي كل ذو حق حقه يعني المجهودات الرياضة السعودية مختلفة تماما عن مجهودات الرياضة العمانية نعم سيدي أخي سلطان سلطان وانت عزيز عندي استفسار مشروع الخصخصة الذي طرحته أن هناك توجه لتنفيذ مشروع الخصخصة تتذكر منذ أي عام تم الإعلان عن مشروع الخصخصة على المستوى السعودي بشكل خاص وعلى المستوى الخليجي بشكل عام الفكرة هذه كانت موجودة من أيام رئاسة الأمير عبدالله بمساعد وهو أول من وضع نواة للخصخصة المشروع هذا على أرض الواقع أصطدم بعوائق كثيرة من ضمنها العباء المالية التي كانت تواجهها الأندية وما كانت تستطيع الأندية أن تأدي أو تدفع تسدد الديون لا يمكن تجد مستثمر بيضع ماله في نادي مديون يعني نادي يجيب نادي النصر لا أقصد الديون أنا أتحدث عن ملف من الملفات المشتركة على المستوى الخليجي إلى الآن هذا الملف يراوح مكانه سواء في السعودية سواء في قطر سواء في الإمارات لأن الظروف متشابهة سواء في عمان لا لا ستسالم في السعودية الظروف متشابهة إلى حد كبير جدا لا أقصد أننا اليوم نعمل هذه أنت طبعا لك مطلق الحرية في أن تطرح بأن تختار محور خاص أو حلقة خاصة بالرياضة السعودية وهذا شأن يخصك ويخص البرنامج ولكن نتحدث اليوم في برنامج في العديد من العناصر المشتركة في ملفات مشتركة على المستوى الخليجي أو حتى على المستوى العربي لا أعتقد بأن حتى عملية الاحتراف مثلا عندما نتحدث اليوم في المنطقة الخليجية لا يوجد احتراف حقيقي نحن نتغنى بالاحتراف منذ أكثر من 10 سنوات 15 سنة في المنطقة الخليجية ملف الديون طائلة حتى على المستوى السعودي لو لا تدخل الحكومة في إنقاذ الأندية السعودية في الفترة الماضية لم يكن لتحل هذه القضية وهذه القضية أيضا موجودة على المستوى العماني المستوى الإماراتي المستوى القطري وهكذا في ملفات مشتركة في المنطقة الخليجية يجب أن نعي بأن تهمنا نحن بشكل عام تفضل أستاذ سلطان باختصار أستاذ سالم الوضع السعودية مختلف من موسمين أنا أقول لك أعطيك المعلومة الصحيحة في السعودية بدأ مشروع الخصخصة فعلي بدأ الخطوات المشروع الخصة بتجهيز الأندية للاستثمار الموسم الماضي فتحها من مجال الاحتراف في السعودية إلى ثمان لعيبة يحترفون في السعودية وموهم محترفين يوصلون للسعودية كانوا المحترفين يوصلون للسعودية كانوا يشكلون نقلة نوعية وفنية للرياء والكرة القدم في السعودية هنا الوضع مختلف الشيء ذا لم يكن موجود في عمان إلى الآن موجود في عمان مو موجود في قطر مو موجود حتى في الإمارات مو موجود في العراق إذن السعودية مختلفة أنا ما أقول الشيء ذا إنقاصة في الغير لا لكن أبغى أعطي الناس اللي تشتغل في مملكة في السعودية وضعها وقدرها الصحيح وعطي الناس الثاني اللي مو قادرة تشتغل أو أنها شغولها بطيء جدا وإلى الآن ما شفنا أي نتائج واضحة الوضع في السعودية أنا أقول لم يصل للشيء المطلوب ويعتبر إحنا ما زلنا في البدايات لكن إحنا أفضل على المستوى الخليجي أنا أحترف وجهة الأخير لكن أختلف معا كليا لأن المنطقة الخليجية استضافت العديد من المطلات العالمية وبشهادة الإعلاميين والمتابعين بطلات على مستوى الأندية أندية كأس العالم الأندية وقيمت في الإمارات الآن قطر تستعد لإستضافة كأس العالم عشرين أو عشرين وهذا يعني يجب أن لا نخفي هذه الحقائق للأمام يعني من حق الأق سلطان أن يشيد ويتحدث عن الخطوات التي تتم في السعودية وهذه نحن كلها معنا ومتابعين حقيقة عن قرب ولكن لا يجب أن أيضا نظلم أو نتجاهل الدول الخليجية الأخرى التي استطاعت أن تقدم رياضة على مستوى نموذجي خلال الفترة الأربعين سنة الماضية نعم سيد دفر الله المؤدن ما تأثير الإنفاق غير المدروس على مستقبل اللعبة؟ طبعا الإنفاق غير مدروس عبارة عن بئر لا قاعة له له عواقب وخيمة جدا وما يبنى على خطأ دائما يكون خطأ كل مشروع يجب أن يخضع دائما إلى دراسة جدوى يعني هذا المشروع الذي أمامي ماذا يمكن أن يحقق لي من أرباح وما هي الخسائر المتوقعة لكن هذا لا يحصل لأن ما يحصل الآن هو عملية صرف وإنفاق يعني بعيد عن الترشيد لا يخضع إلى مقيس وهذا يرجع كما قلنا لأن الأندية لزالت هاوية ليس هناك جهاز إداري محترف بإمكانه أن يعني يتصرف في الأموال بعقل نية وبالتالي هذا يؤدي بالنهاية إلى ورطة كبيرة ما هي هذه الورطة؟ يعني النادي يدخل في نفقات لا طائل من ورائها وتترتب عليه ديون يعني مع لاعبين أجانب ومع مدربين أجانب وماذا يحصل؟ يحصل أن هذه القضايا تذهب إلى الفيفا لأن هناك شكاوى الكل يطلب مستحقاته وهذه الشكاوى طبعا قد تضر بالنادي لأن الفيفا يعني في قوانين الفيفا معروف هذا إذا لم تسدد استحقاقات يعني مدربين أو لاعبين أجانب فهناك عقوبة منتظرة تصل إلى الإقاف تصل إلى حتى الحرمان من المشاركة في النشاط وبالتالي أعتقد أنه هذا يرجع بالأساس إلى وجود إدارة محترفة يكون فيها جهاز مالي مستقل يخطط ويتجنب كل ما هو نفقات غير ضرورية وبالتالي يجب أن تكون هناك شفافية مالية في الأندية وهذا مرتبط بالاحتراف نعم أستاذ سلطان الزايدي ما الدور المطلوب من الاتحادات الرياضية في قياس العائد من الإنفاق على النتائج على الصعيد القاري عادة أن الجهة المسؤولة عن رقابة الأندية ومتابعة داخلها ومتابعة مصروفاتها على سبيل المثال في السعودية هيئة الرياضة الآن وضع نظام رقابي جيد لمتابعة الأندية وبدليل أنه حتى فترة الانتخابات الماضية كان كل رئيس يتقدم للئاسة النادي يوقع في نهاية بعد استلامه للنادي على خطاب أو على بيانه أنه يسلم النادي بدون أي ديون بعد أقد أنه الخطوات التي وضعتها لهيئة الرياضة كفيلة بإنهاء مسألة موضوع تكرار عملية الديون والمغامرة في عقود باهظة مع لعيبة محترفين كبار الآن أصبحت الأمور واضحة عند كل رئيس نادي وهذه الخطوات رقابية جيدة تخدم الأندية وتضمن مستقبل النادي بشكل يعني بيكون النادي مطمع لا يشخص يرغب في رئاسته أو العمل فيه نعم سيدي استاذ سالم الحبسي كيف نخرج من دوامة الصرف غير المتوازن في الأندية الخليجية لا يمكن أن نخرج منها في ظل عدم وجود إدارات محترفة في ظل عدم انتقال الأندية إلى شركات حقيقية وليست شركات وهمية كما حدث في المنطقة الخليجية عندما بدأ موضوع التحول إلى الشركات أو الاحتراف عندما صدرت العديد من السجلات الغير الحقيقية فقط من أجل الانتقال الوهمي من الهواية الاحتراف أو تطبيق الاحتراف الذي فرضه الاتحاد الأسوي والاتحاد دولي بشكل كبير في المنطقة الخليجية والعربية وبالتالي لم يكن أو لم تكن الأرضية الرياضية مهيئة في المنطقة الخليجية وربما هناك أيضا نحن دائما نتحدث ونقول بأن الرياضة الخليجية لها استثناءات خاصة لأن لها عشت مراحل خاصة بها يشعر المسؤول في أي دولة بأنه هو ملك الرياضة أو هو من يدير الرياضة بعيدا عن القوانين والتشراعات والأنظمة وبالتالي وقعنا في الكثير من المطبات والإحراجات للإنطلاق في الرياضة الخليجية أشكرك ساد سالم الحبسي رئيس الاتحاد الخليجي للإعلام الرياضي وعضو مؤسس لنادي الإعلاميين الرياضيين العرب وأشكر ضيفي من الرياض الكاتب الرياض السعودي سلطان الزايدي وأشكر ضفر الله المؤدن مراسل مجلة فرانس فوتبول في الشرق الأوسط كنت معنا من العاصمة القطرية عبر الساتيلايت والشكر لكم مشاهدين على طيب المتابعة ونلقاكم الأسبوع المقبل على خير